بحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع مسؤول مجموعة المنصور للسيارات عددا من المقترحات حول التوسعات المستقبلية للشركة في مصر وخلال الاجتماع أكد رئيس المجموعة السعي للتوسع في قطاع تصنيع محليا من خلال مصانع الشركة القائمة في مصر مشيرا إلى توجيه أغلب الانتاج للتصدير فضلا عن تغطية احتياجات السوق المحلية مشيدا في الوقت نفسه بما توفر الحكومة من فرص لجذب الشركات الكبرى في مجال صناعة السيارات بما يسهم في توطين هذه الصناعة المهمة في مصر كما تم استعراض جهود مجموعة المنصور لتصنيع السيارات الكهربائية وخططها لتوطين تلك الصناعة حيث أكد رئيس الوزراء دعمه لتلك المقترحات المقدمة من قبل الشركة ووجه بدراستها للنظر في إمكانية تطبيقها ترجمة نانسي قنقر